وكذلك وفي إنجاز مهم ونوعي بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار بجرأة بالغة تحدث سيدهم عن تصنيعها وتلقفتها جوقة من المحيطين به فأضافوا لها أسماء وبهرج رسميا قبل أن تصبح خبرا على فضائياتهم ووزعتها وحدة الإنتاج في الإعلام الحربي لطائرة راصد الاستطلاعية محلية الصناعة لكن للحقيقة وجه آخر فهذه طائرة راصد التي زعم الحوثيون تصنيعها ليست سوى لعبة صينية تعرض في مواقع الإنترنت ثمانها مئة وسبعون دولارا مصنوعة من الخشب وتعد من ألعاب الأطفال وهوات الطائرات فيما الأخرى والتي أطلق عليها اسم رقيب هي لعبة صينية أخرى ليتجاوز سعرها مئة دولار صناعة مستحيل بحسب إعلامهم وبتدشين رسمي من قبل القيادات الميليشيا يراه كثيرون أنه تدشين لصناعة أخرى هي الجوع والوهم حالة تسويق الأوهام والأفكار المضللة كما يراها الشارع اليمني تسعى لإزاحة الصورة أمام حالات الجوع والعناء الإنساني الذي خلفه الإنقلاب أو القطرن بنسختها الجديدة كما وصفها ناشطون تجارة جديدة هي بيع الوهم لشعب يموت جوعا بينما ثرواته وموارده تذهب مجهودا حربيا للحوثي أو أصولا بنكية للمخلوع يلجأ الإنقلابيون للهروب من مأساة اليمنيين وتعزيز قدرات محاربهم المنهارة بانتصارات وهمية تبدو الطائرات بلا طيار أحد تلك الانتصارات التي أصبحت تثير السخرية في أوساط اليمنيين والغضب لدى الجياع والولاعات لهم بالمرصاد وليس ببعيد عن ذلك ولاعة زعيم الحوثيين والراتب الممغنط أحجار الزينة وغيرها فهي تكشف الجانب الآخر لهذه اللعبة التي بدأت بكذوبة تحرير اليمنيين وكسر الجرعة كما أنها لا تختلف عن أكاذيب صالح الذي ظل طيلة ثلاثين عاما يمني اليمنيين بالمنجزات الوهمية منها الطاقة النووية والتخلص من البطالة والفقر لكنها ظلت عودا لا قيمة لها وكلما زاد اليمنيون فقرا زاد صالح وأقربائه ثراء وهو ما يحدث الآن أيضا الخرافة والعنف كمتلازمة لجماعة الحوثي والتي تشكل امتدادا لخرافات الحكم الإمامي البائد وكأن اليمنيين يعيشون عزلة عن العالم أو هكذا يخيلوا إليهم إلا أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكا للخرافات الحوثية الجديدة وما تلعبه وسائل الإعلام المرئي والإلكتروني في كشف هذا الوهم وتحويله إلى مادة للتندر والسخرية إلا دليل واضح على ذلك